الأمر الثاني يتمثل في محاولة عمار بن لاني اتهام المغرب بصناعة الإرهاب خلينا نكون شوي واقعيين من صنع الإرهاب في المنطق تقول بأن حركة الجهاد وكذا وكذا رهي صنعتها هو ما أسمها ولكن واضح من خلال الكلام اللي يقول فيه أن يوجه اتهامات للمغرب بتأسيس هذه الجماعة ولكن مثلا نعطيك أخطر جماعة مرت على المنطقة وما زال تتمثل في القاعدة من يقف وراء إنشاء تنظيم القاعدة؟ تنظيم القاعدة خرج من رحم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجماعة السلفية للدعوة والقتال خرجت من رحم الجياة الجماعة الإسلامية المسلحة الجياة كانت مخترقة من طرف الأجهزة الأمنية والجزائر عاشت مرحلة الإرهاب في التسعينات وجماعات لا تحسى ولا تعد في حين كان في ذلك الوقت لا إرهاب في الساحل ولا أي شيء لذلك لو نعمل بمعيار هذا نجد أن الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء بدأ عن طريق جماعات إرهابية كانت في الجزائر لعبت الأجهزة بطرق مختلفة وأيضا لعب القرار السياسي الذي اتخذ مطلع التسعينات من طرف خالد نزار وقيادة الجيش أنذاك في إشعال الجزائر بالظاهرة الإرهابي هذه نقطة علاش المسألة هنا وعلاش توزعوا في الاتهامات بدون تقديم أدلة إذا كان عندكم أدلة مادية وتثبت على أن المغرب هو الذي أنشأ هذه الجماعات أكشفوها للعالم لماذا تتسترون؟ لماذا تحاولوا تعطوا هكذا رؤوس أقلام فقط من أجل الدفاع عن أنفسكم وعن قضيتكم التي هي معروفة هي القضية الصحراوية التي تبنيها بصفة مطلقة وبعد ذلك لا تقدمون دليل هنا إذا كان المغرب هو الذي أنشأ هذه الجماعات كما يدعي عمار بن لاني هنا يجب أن تكشفوا الأدلة وتفضحوا المغرب في كل العالم أما تقعد حتى في الجواب لم يتجرأ يتهم مباشرة المغرب قالوا القنب والمخدرات وما إلى ذلك وكذا وكذا من مثل هذه الأمور أيضا الجماعات في منطقة الساحل والصحراء تدعمت بسبب الحرب على ليبيا لماذا لم توجهوا اتهمات مثلا إلى فرنسا في عهد ساركوزي أنها خدمت وصنعت الإرهاب في ليبيا واستفادت منه منطقة الساحل وانواصلت حتى موجودة داعش في ليبيا وبعد ذلك تواجدت في الجزائر هذه أيضا وجهوا الاتهمات لكن أنه هذه الاتهمات القنب الهندي وكذا وكذا أيضا تهريب في الحدود الجزائرية وهناك معلومات وصلت إلى حد اتهامات مسؤولين عسكريين بالتورط في تهريب المخدرات وهذا ما هوش كلام راه كلام بعض الأبواق اللي دافعوا عن النظام وعودوا إلى حلقات سابقة فيما يخص الاتهمات التي وجهت إلى شنغريحة وابنه وما إلى ذلك من طرف أحد الذين يدافعون الآن على النظام وقدس وشنغريحة ومن معه لذلك الآن الاعتراف الخطير الأول الذي يأتي بصفة رسمية أنه هناك مخطط لإدراج البوليساريو في قائمة الإرهاب كانوا في أسابق أنا كنت نتحدث عليها وكانوا بعض الناس يتواصلوا معي يقولوا لا أنت تبالغ في هذا الأمر هذا كلام لا أساس له ها هو الآن عمار بن لاني يعترف بوجود مخطط هو قال مغربي ولكن أنا أقولكم ليس مغربي فقط بل فيها أمريكا وفيها لوبهات إسرائيلية وفيها أيضا دول أخرى وربما فيها حتى دول من مجلس تعاون الخليجي القضية هذه واذكروا كلامي جيدا إن كنت على قيد الحياة سأردد لكم هذا الكلام وإن مت عودوا إلى مدخلاتي هذه بالضبع سيأتي اليوم الذي سيدرج فيه ما يسمى الجيش الصحراوي كجناح عسكري للبوليزاريو في قائمة الإرهاب الدولي وبذلك سيتم التعامل مع الجزائر كدولة حاضنة للإرهاب وهنا ستأتي المرحلة الأخرى بدأت المرحلة الأولى مرحلة المفاوضات وما إلى ذلك ثم جاءت الآن مرحلة الإنجازات الدمولوماسية للحكم الذاتي ستأتي الآن مرحلة أخرى هي مرحلة التصفية الأمنية لهذه المسئلة والتصفية العسكرية والتي تبدأ بإدراج الجناح العسكري للبوليزاريو في قائمة الإرهاب وهذا اعتراف من عمر بن لاني وهو اعتراف رسمي وخروجه في هذا الوقت بالذات يؤكد أنه جاءتهم معلومات وطبعا هذه المعلومات أعطيت لهم من طرف الأجهزة أن المشروع قائم على قدم وساق وليس جزافا أن يجري الحديث عن علاقة البوليزاريو مع إيران في قمة السوداسية في النقب ويجري أيضا في المؤتمر مكافحة داعش في مراكش أيضا تم الحديث على الانفصالية والإرهاب لذاني اعتبره وجهاني لعملة واحدة وهذا شيء اعتبرته الجزائر قبل ما يجي بيه ناصر بوريتا وقال حتى قبل العمامر قال بأنه تم إدراجها بحق ويتكلم على حركة الماك اللي هي حركة انفصالية الجزائر وضعتها في قائمة الإرهاب معناها أن الانفصالية في نظر الجزائر هي إرهاب المغرب ينظر إلى القضية الصحراوية قضية انفصالية وهذا معناها أنها أيضا صار ينظرها إرهاب ما حلال على الجزائر لن يكون حرام على المغرب والبادئ من؟ هي السلطات الجزائرية مع الماك وفي ذلك الوقت عندما داروا هذا القرار قلتم أنه أغبى قرار يمكن أن يحدث وستنجر عليه تدعيات وستكون في صالح أطراف كثيرة